كان النهاردة كمان موسماني ربنا يشفي يا رب المدير الفني اللي في رئي الأول لكرة القدم عارفين انه هو هنا في القاهرة بس بالرغم من ده بيعقد اجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس مع جهازه المعاون عشان يتفق على طريقة اللاعب اللي هو عايز او بيرغب في تنفيذها خلال مواجهة سنديب بكرة ان شاء الله يمكن احمد سليمان ده محل طبعا اداء ميراني الفريق اللي اقيم مدارح طبعا على احد الملاعب النهاردة بعتوا كله لمستر موسماني ونهاردة طبعا احنا بنقوله الف سلامة عليك هو يعني الحضر الغائب زي ما بيقوله بيخضع للبرتوكول العلاجي ان شاء الله ربنا يشفي من فيروس كورونا ومع الفريق اول باول في كل التفاصيل زي ما احنا قلنا طبعا بيتكلم كمان مع المساعدة على طوله اكيد بيتكلم مع عكبتن جونسون المدرب العام كبان وكابتن سامي امصان وكابتن سيد اكيد يعني ويانكم مشيل طبعا اكيد كل ده والتفاصيل الصغيرة ديت اكيد مسماني على علم بيها ودايما في اتصال دائم بفريق او بمعاونين ان شاء الله باذن الله كبان كمان من المدربين الكويسين يعني حتى المبرارة اللي فاتت ادها بشكل كويس جميع الامور متعلقة بمواجهة سوني ديب على المستوى الفني هتكون طبعا بكرة من خلال هذه المبرارة نتعرف عليها ان شاء الله بكرة المبرارة الساعة 4 هتكون حصريا باذن الله على قناة النادي الامر ان شاء الله كلنا نتابع هذه المبرارة وان شاء الله تكون المبرارة على المستوى الفني جيدة ونطلع بنتيجة ايجابية تعالوا بقى نتعرف كمان على اللي حصل في الاجتماع الفني للمبرارة طبعا النهاردة كان فيه مؤتمر او اجتماع فني بمقر الاتحاد الكرة بالعاصمة نيامي بيحضور طبعا الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة طبعا والمكلف برئاسة البعثة والمحمد اداري الفريق والدكتور عمر محب المترجم الخاص بالجهاز الفني تم الاتفاق للاجتماع ان النادي الامر ان شاء الله هيلبس بكرة زي الرسمي القميس الاحمر والشورت الابيض والشراب الاحمر فريق سوني ديب هيرتدي الحارس طبعا يعني الشناوع هيبقى بالزيل السفر سوني ديب هيلبس الاتشورت الازرق والشرط الازرق والشراب الابيض الحارس سوني ديب هيرتدي يمكن طأم رماضي من خلال الاجتماع تم الاتفاق كمان على موعد وصول الفرقتين الملعب الذي ملعب وزي ما احنا شايفين ده يمكن الطأم ده بتاع سوني ديب زي ما قلت لكم كله ازرق والشراب الابيض وحارس الملمى بالرماضي إحنا إزاي الرسمي بتاعنا وإن شاء الله محمد شنوي هكون بإزاي الأصفر حال وصول الفرقتين قبل المباراة بساعة ونصف مع التأكيد أكيد على ضرورة الالتزام بطبعا بتدبيق الإجراءات الاحترازية طبيا في زل طبعا جائحة كورونا حيدير المباراة بكرة زي ما احنا عارفين طاقم تحكيم غاني مكون من دانيال ليارا يعانون بول قدس وكواسي والحكم الرابع الإداري عبداللطيف مرائب المباراة النجيري الحج بابا جانع علي اشتركوا في القناة